كما قال دبلوماسي والسابق والأكاديمي الأمريكي وليام لورنس إن سلوك الجزائر التصعيدي هو إمعان في شخصنات الأمور السياسية ويدل على غياب الحنكة الدبلوماسية والسياسية لدى قادة الجزائر مضيفا بأن مناورات الجزائر تضع المغرب في موقع أفضل في علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي يرغب الأوروبيون في علاقات طيبة مع كل من المغرب والجزائر لهذا فالتصعيد حول الدعاء حرائق الغابات والتصعيد في المجال الجوي وغيره ليس هو ما ترغب فيه أوروبا ولا ترغب أوروبا في اتخاذ مواقف إزاءة مثل ذلك التصعيد وهذا ليس بالأمر الهين حيث أن الجزائر ماضية في التصعيد وهناك حوادث عنيفة واتهامات للمغرب كما أن الجزائر تمعن في شخصنة الأمور السياسية فعلى سبيل المثال قطع الرئيس تبون العلاقات مع فرنسا بسبب جملة واحدة قالها الرئيس الفرنسي ماكرون لمجموعة من الطلاب بينما كان تبون في زيارة لفرنسا وقام تبون بالتصعيد في عدد من الملفات بناء على بعض الأقوال مثل تصريح للسفير المغربي في الأمم المتحدة وتصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي أثناء زيارته للمغرب وكلها تصرفات للرئيس الجزائري تتخطى المألوف عندما تريد الدفاع عن موقف ما وذلك على ما أعتقد يضع المغرب في موقف أفضل من الجزائر في العلاقات مع أوروبا ترجمة نانسي قنقر